الوقت عنا ما تساوي عشرين دقيقة وهي دخلت بحثينا عسيمة ريم عسيمة مانيل وعسيمة نيسلي تسمع فينا كل أستاذة هاجر بوجمعات وتسويت في لكو انترناسيونال لكو انترناسيونال ثلاثة مليارات من الدولارات هذه قيمة الخسائر المادية التي تسبب فيها العضوين الصهيوني على غزة هذا حسب كلام سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي للحكومة في غزة هذا تقدير أولي بالطبيعة نحكيه وعليه خسائر مباشرة كما تدمير البنية التحتية مع نظومة الصحة لنهار تقريبا كليا المنازل منشأت بصفة عامة 96% من السكان اليوم في غزة يعيشون تحت خط الفقر وهذه كانت تذكروا كنا حكينا عليه في زوم كما نزوم على غزة نحكيه على مدينة تعيش حصار من 2007 يعني دجاء الوضع ما كانش طبيعي الوضع العادي وكانت تذكروا كنا أنه حسب تقرير الكنيساد حتى بعد وقف النار الوضعية الكارثية ستستمر لسنوات في غزة الأضرار الغير مباشرة هي المصانع المغلقة بسبب العدوان وزارة الاقتصاد اللي ما عندهيش اليوم إحصائيات على خطر كيفيش وبأينا ناس وفي أي ظروف والقصف متواصل بيش تقوم بالإحصائيات متاحة قطاع الاتصالات زيدة تدمر الكهرباء الأعمدة وغيره تدمرت نحكيه على عدوان يعني التقييم الأولي متكلف ثلاثة مليارات نحكيه على التقييم المادي لكن خاصة نحكيه على التقييم الإنساني ثمانية ليف وخمسمية وخمسة وعشرين شهيد في الإعلام العالمي وحسب هارتس وصلوا حتى للتسعة ليف يعني من إحصائيات حاميس يقولوا هما منهم ثلاثة ليف وخمسمية وثين وعشرين وعشرين طفل ألفين ومئة وسبعة وثمانين امرأة وثنين وعشرين ألف جريح هذي الحصائيات وفهمة حاجة مهمة للحرب موفيتش موفيتش الحرب في يومها الستة وصنة 16 في المقابل نحكيه على ظروف المالين القول للسعودية وحسب وزارة المالين بتاحها عندها عجز في الميزانية قيمته 35.8 مليار ريال يعني ما يقرب أقل شوية من 10 مليار دولار هذي في التريمستر الثالث متع الفين وثلاثة وعشرين في الفين وثلاثين المملكة كانت سجلت فائز قيمته 30 مليار دولار بفضل البترول لكن سنة الأسعار هبتت والعربية السعودية خفضت انتاجها في محاولة الضغط على السوق يعني إيرادات النفط أقل ب 36% من السنة الماضية في نفس الفترة أما الإيرادات الغير نفطية فتشهد ارتفاع قيمته 53% كيف نحكيه على الخسائر في صف غزة الصامدة لكن مش هي وحدة لتتكبد الخسائر لأنه العدو السهيوني أيضا يخسر في قطاعات عديدة وكننا حكينا عليها منها الصناعة منها السياحة وغيره وتعويضات المادية لونك اليوم مش نحكيه على الطيران أنه شركة طيران تلغي رحلتها إلى تل أبيب منها دلتا إيرلاينز في الأخر معناها من أخر شركة اللي ألغط أعلنت إلغاء رحلتها دلتا إيرلاينز الأمريكية اللي تخرج من نويورك على الأقل حد 15 نوفمبر ما فماش ديفول معناها ديركسون دو تل أبيب وما هيش الشركة الوحيدة اللي توقف رحلتها باتجاه مطار بن جوريان حسب رويترز هما عشرات الشركات من العالم الكل يعني أمريكا، إيسيا، أوروبا اللي علقوا رحلت وأجليوا موظفيهم اللي في تل أبيب والبرلمان الإسرائيلي صوت على تقديم ضمن بستة مليار دولار للتأمين على مخاطر الحرب لشركات الطيران دوك هذوما لأضرار المادية تدعيات المادية على بعت على الميكرو من أرشناي قاطناك سامحوني دوك هذوما لتدعيات المادية للصراع اللي بقي نس كلها متخافة منه حذروا منه المؤسسات المالية العالمية معناها على لو كانت توسعوا اليوم جمعة غضوة جمعة دوك نستنعوا في خطاب حسن نصر الله أيضا مش نعرفوا شنو بشي سير تضربت؟ شنو بشي سير اليمن من جهتها معني هذي جابدت تضرب في أيليت يعني ما وقفتش السواريخ المتاحة ورأغم أنه العربية السعودية تصديت لسواريخ اليمن فمشكون يقولك خطر يتعديوا فوق الاسباس المتاحة فمشكون يقولك دفع دوك إذا توسعت رقعة للصراع أكيد مش نحكيه على الضرار مادية أكبر برشا ما اللي كنت نقول فيها سمحوني جاردين هي اللي قالت حسب حميس العدد الشهداء دوك يرتفع عدد القتلاقية تسعلاف وواحد وستين منهم ثلاثةلاف وسبعمائة وستين طفل هذي حسب وزارة للصحة دوك ننسيوش حاجة هجر زادة اللي رقم هذي يروا من دون احتساب المفقودين عبدك كبير الجسامين الموجودة يحكيوا عليها لكن المفقودين يعرفوا ليفهم ألاف تحت الأنقاض حتى لتواب باعتبار أنه مفهم ماش إمكانية تقنية لإخراج الجسامين هذي دونك لليوم فما راوا ألاف موجودين تحت الأنقاض للأسف الشديد والجرحة كيف كيف ومنظومة صحة اللي تقريباً انهارت دونك هذي بشي تكلف دونك هارت هارت اليوم تقول في بعض العناوين كفالي ملاحقة المواطنين العرب تقول لكنها بطريقة زادة تهجم شوية حميس وتهجم برشا حميس وتقول أنه تحاول تشكك يعني وتقول أنه المواطنين في غزة بدوي حميس هذي حسب تطبيع رواية هارت هارتز هارتز زادة الي هذي بالعربية هارتز اللي تحمل المسؤولية لنتانياهو معني هذي قلته من مشهار اللي فات نتانياهو هو المسؤول عن هذي الكارثة لكل حمله المسؤولية في نهاية المطافة لخطر وراء الكارثة هو صحيح وزادة مع تبقالية تقول لا يمكن حبس مليوني إنسان دون أن يكون لذلك ثمن بلوزيبل معتها لزاناليزم تيح انشأنا للتعبير لكنها تصطف في الأخر معناها إلى جانب معت الجانب الإسرائيلي و الكنفيرم أنه فما مسؤولين كبار في الجيش يعني ميتوا معناها تقتلوا قتلهم قتلتهم المقاومة هذي الشو اللي تقول المقاومة اللي مصبح قالت فما مسؤول كبير في الاستسحال معناها طب قتلوا يعني الكنفيرم اللي قلت وحامس واعترفت أيضا مقتل تقريبا 18 جندي البارح وما يدول عددهم فيت 300 فيت كلهم اللي قتلوا في العدوين الأخير هذي في حديثك حول التأثيرات المباشرة الاقتصادية والأسف الإنسانية والبشرية فما معطى مهم جدا اللي نسك اللي حكيت منذ أكثر من 48 ساعة تقريبا على استقالة المدير المكتب المفاوضي العليا اللي حقوق الإنسان في نيويورك اللي قال ما عادش نرجم معناها مش معقول وقال حاجة مهمة جدا اللي يحكي على الضغوطات اللي تقوم بها إسرائيل على الممثلين للأمميين نوكل كلهم المدراء المديرين اللي موجودين في مختلف المكاتب ومختلف منظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة القرى فما الضغط كبير وفما حتى محاولة لتقديم خدمات أو لشراء الضمام معناها نحكيه على واحد من عناوين هارتس يقول إنه إسرائيل اليوم تحاوس تلوج على شرعية معناها تحاول تلقى شرعية إنه فقدت كيد الشرعية والمشروعية متيحة ولكن الوقت قاعد يمضي قاعد تخسر في الوقت وهذه حاجة به احنا نفرح بها بتبعه هم مش فرحانين بها لكن احنا نفرح أنه اليوم في نفس الوقت قاعد تتخسر في أروح بشرية هيدا ما تفهمين فيه لكنها قاعدة اليوم فما استفاقة كبيرة في العالم معناها اليوم فما برشة نيس اليوم تتهم في إسرائيل وواعية أنها معتها تقوم بجرائم حرب دونك زادة فما حديث على تراجع أسعار النفط لو أنه فما ارتفاع في معاملات الخميس لكن نحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع هذا تقول أخبار نتيجة صعود الدولار وكلام عن الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الي يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ اثنين وعشرين عام يعني ما زالت أمريكا هي اللي شاف الاقتصاد العالمي معتها لليوم اللي تساند تقريبا في مساندها مطلقة ولا مشروطها في الكيان الصهيوني حتى كنلزم على حساب اقتصادها على حساب مواطنية اقتصادها لا معتش فهم على خطر من المفروض فيما انتخابات وحتى كنا حكينا مع ذيفنا المساشر السابق بالكونجرس الأمريكي محمد طهر كان قال أنه جو بايدن مواقف متاعه كلها مبنية بالأساس على انتظاراته من نتائج الانتخابات المقبلة لكن في نفس الوقت اللي نشوف المواطنة الأمريكية قاعد هو ولا يتشك من كثرة الاستفاف إلى الجانب الإسرائيلي من دون شروط ولا قيود وهذا مباشرة تكوني خالصي في الأخر بكل رح تقول عشر مليارات من الدولارات سنويا تتعطى لكيان الصهيوني إضافة إلى الدعم المالي الإضافي اللي صارت مع العدوان للكيان على غزة وهذا كل حسابات البرح كان شفت فيديو تدخل المؤرخة التونسية اللي حكيت على المستوطنات وعلى عددهم سبعمائة ألف تقريبا اللي في اسمها غيلاف غزة وغيره اللي هما لباس اللي اكتغالت على يمين اللي هم المتطرف اللي يماخذ الحكم في كيان الصهيوني دون كلها حسابات يعني تقعد فينا المو معت هذوم الناس اللي يهمهم لا في جانب إنساني ولا غير وكلها حسابات شكومشي ما ولك حاملتك الانتخابات شكوم بشي صوت لك ومعنط وشكومشي ربحك فلوس بطلق انت حكيت على الغيلاف غزة خنفكروا بحاجة في الأخر انه راه بعيدا حتى عن غزة والكارثة الإنسانية اللي صارت في غزة اليوم ولا فما تواجه داخل الظفة فما اعتداءات كبرى وعتقالات كبيرة واعتقالات كبيرة وفي الشارع وما يتكلم حتى حد منه وحارق للزيتون يعني إجرام حتى في حق معناها لا بشر ولا أرض ولا أرض ما سلم منهم حتى شي يعني حركوا في الزيتون اللي شوف قديش عمره معناها أكيد هذاك زيتون عمره راو مئة السنوات لايين السنين رجكون اللي في السنين معنات مأرخم جذرة في الأراضي جراء ما كبيرة قاعدين يقوم به شكرا لك هاجرم بعد حديثنا بشي تواصل في نفس السيقة اللي خاطب تحكينا على كولومبيا اللي سندت بشكل مباشر نسيت حملة تقريبا عاملة على الدول المسندة لغزة والقضية الفلسطينية ناخذوهم في زوم نحكيو عليهم اخذو قرارات ضد الكائن الصهيوني اللي برح كنت تحكينا على بوليفيا اللي كانت مقاطعة حتى 2020 كانت مقاطعة الكائن الصهيوني وراجعت واليوم تعاود تقاطعوا من جديد من بعد اللي صار في غزة اليوم نفس الشيء نحكيو عليك وقعدوا معنا راجعين بعد الأخبار مع صفية المحاكمة